هناك ضرورة دينية وضرورة إنسانية لفصل الدين عن الدولة يجب أن يكون هناك برزخ بين الدولة وبين الدين حفاظا على الدين لكي لا يكون ألعوبة بيد السياسيين نتيجة ضغط النظام الديني الأيدولوجي الدين للإنسان الدولة لا يمكن أن يكون لها دين الدولة مؤسسة قانونية لا لونة لها لا طعم لا رائحة يجب أن تكون محايدة وأن تكون مؤسسة أمن وخدمات للجميع يعني تعطي الماء والكهرباء للمسجد وللكنيسة وللملها حكم النبي صلى الله عليه وآله في المدينة أنتج فيما أنتج ظاهرة لم يعرفها العرب في جاهليتهم هي ظاهرة النفاق العربي في جاهليته لم يكن يعرف النفاق أبدا كان حرا كالصقور الحرة بل أعظم حرية من الصقور النبي صلى الله عليه وآله عاش في مكة 13 سنة نبيا بشيرا ونذيرا لا شرطة عنده ولا جيش ولا أموال في المدينة عاش عشر سنوات كان بشيرا ونذيرا وصاحب سيف وسلطة وإدارة في المدينة ظهر حزب المنافقين ونزلت صورة كاملة في القرآن اسمها المنافقون وآيات عديدة تتعلق بالنفاق ظهرت في المدينة لم يكن في مكة منافق واحد أبدا قط كان الناس صنفان مسلم ومشرك فقط ما الذي تريد أن تصل إلى هذا السيد؟ أول ظواهر السلبية للدولة الأيدولوجية حتى وإن كانت تحت حكم النبي صلى الله عليه وآله هي تنتج لك ناس مزدوجية الشخصية النفاق رد فعل ليس ضد الدين ضد الدولة الأيدولوجية حتى وإن كانت بيد النبي فضلا عما سواه الدين لبناء الإنسان ولم يكن هناك أبدا إلا أن الحاكم أراد أن يهيمن على الناس فاستطاع أن يخوفهم باسم الدين وباسم الآخرة من أجل أن يروض المسلمين أنا أقول أن الحكم يجب أن يكون حكما مدنيا وأن الأنبياء جميعا ليس محمد صلى الله عليه وآله فقط كل الأنبياء جاءوا من أجل بناء الإنسان وليس بناء البنيان فضيلة الشيخ يقول أن الله هو الذي يحكم وأنا أسأل أي الله الله المسلمين أم الله المسيحيين أم الله اليهود أم 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 هناك أكثر من الله الكل يقول نحن مرتبطون بالله ونريد تطبيق شرع الله دعنا نحدد المصطلحات هل نطبق الشريعة أم لا نطبق الشريعة أنا لست مع تطبيق الشريعة الشريعة التزام شخصي أن تكون مسلما سنيا أو شيعيا أن تكون مسيحيا أن تكون يهوديا هذا شأنك الخاص أما الدولة يجب أن تكون مؤسسة محايدة تطبق القانون المدني الذي يكتبه البشر وليس يكتبه الله فضيلة الشيخ يقول المنافقين هم اليهود أبدا لم يكن واحد من المنافقين يهودي قط كلهم كانوا عرب العربي في جاهليته عبد الأنا في مكة عبد الهوة عبد الله ذو الأسماء والصفات الحسنى في المدينة أصبح عبد الدولة أولا مفهوم المواطنة ومصطلح المواطنة هو مصطلح غربي بالكامل لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد وحتى حديث النبي صلى الله عليه وآله حب الوطن من الإيمان لا علاقة له بمفهوم المواطنة الحديث القائم على أساس المساواة أمام القانون فلا مساواة تحت حكم الإسلام بين الناس أبدا المسلم غير الذمي ومصطلح الذمي فيه الكثير من الانتقاص والاحتقار والازدراء وكأن المسيحي يقول أنا في ذمتك أنا تحت شواربك أنا متمسك بزنارك هذا معناها في ذمتك يعني هم في ذمت المسلمين دفع ما أطعك ما أطعك وهذا المفهوم المواطنة ما أطعك مفهوم المواطنة قائم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات وتحت حكم الإسلام لا مساواة بين المسلم وبين غير المسلم لا في الحقوق ولا في الواجبات هناك حكم إسلامي واضح سني هو حكم طالبان رحمه الله في أفغانستان هذا حكم صرف واضح وحكم شيعي واضح هو حكومة الولي الفقيه الذي يزعم أنه هو يحل محل النبي ومحل يعني هو له ظل الله على الأرض هو الله على الأرض تقريبا ما بالظل عرفت كيف فمن يريد حكم الشريعة أما أن يتوجه إلى حكومة طالبان أو نمو زجين أو يتوجه إلى حكومة آية الله في إيران أو ينتخب النظام الغربي الصليبي الكافر هذا النظام الغربي الصليبي الكافر هو الذي صنع نيوزيلندا وصنع كندا وصنع حقوق الإنسان ومفاهيم الحرية وحقوق الإنسان هذه لا موجودة في الإسلام أبدا أنا مهجرة من العراق مسيحية وفي آلاف مسيحيين هنا في لبنان لاجئين بدي أسأل سيد إياد شنو سبب هجرتنا إحنا من العراق الإسلام أو السياسة طيب شكرا سيد إياد طبع هي مسيحية مهجرة من العراق تقول لك شو السبب الدين أم السياسة القرآن مع السيف خطر أخطر من التكنولوجيا النووية خطير جدا الآن أصبح التهجير على أساس الطائفة وعلى أساس الدين هجر المسيحيون في العراق والصابئة وضرب اليزيديون وهم فئة مسالمة في العراق الصابئة كاد العراق أن يفرغ منهم وهم فئة مسالمة التهجير الطائفي كل ذلك بسم الله قد بولينا بأمير ذبح الناس وسبح تعرفين الآن يذبحون بسم الله يهجرون بسم الله يحرقون بيوت الناس بسم الله هذا ليس في العصر الحاضر فقط حتى في العصر القديم لقد جاء أحد أمراء المسلمين من تونس كانت تسمى أفريقيا بمليون غلام لم يبلغ الحلم بيع عبد في دمشق عاصمة الدولة الأموية وثلاثمائة ألف جارية طفلة صغيرة عمرها خمس سس سنوات بيعت كأمة يعني مليون وثلاثمائة طفل انتزعوا من آبائهم وأمهاتهم وبيعوا كعبيد لهذا بعث محمد صلى الله عليه وآله بعث لكي يستعبد الناس ويبيعهم عبيد في أسواق دمشق وأسواق القاهرة وبغدار